اختار اي خاط عشان ما يضير وقت طيب راح اختار هذا الان داب اخليها كبيرة شوي راح اضللها هي واروح عند المقاس وكبرها طيب كده طيب بخليها نفس اللون اما سلطان هذا سلطان وامل راح اختار لون اسود طيب اضغط اوك بس احركهم واخليهم تمام الآن اضغط فقط على هذه الطبقة اللي هي طبقة النص وراح تتسمى بنفس الكلام اللي انا كتبتها طيب اذا اردتكم ان تكتبوا التاريخ خلاص اكتبوا الآن بس نجد طريقة الحفظ راح نروح لفايل الملف وبعدين نروح لفايل اختارنا لفايل اختارنا لفايل وبعدين اختارنا وبعدين اختارنا طيب هذه البنج اللي اقول لكم عليها البنج طيب اختارنا طيب اختارنا 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 وبعدين اضغط على حفظ طيب خلاص الحفظة طيب لا نحفظ بصيغة الفوتوشوب حفظها بصيغة الـ PNG الآن نروح للموقع على سطح المكتب نروح للموقع طيب زي ما قلت بعد ما تتخلون على الموقع سناب شات بعدين جاي وفلترز من فوق راح تضغطون على On Demand Learn More بعدين على Create Now راح تسجلون في الموقع أنا خلاص مسجلة زي ما قلت هنا تصميم On Line و راح ترفعين على طول هنا ترفعين التصميم الخاص فيك راح يقول لك وين الملف اللي تبون ترفعينه هذا تمام و راح نضغط فاتح هذا هو بس ما أدري ليش موقع ملخبط هنا يقول لك إذا تبغين تكبرينه أو تصغرينا أو تحركين مكانة طيب دخلت من محرك بحث ثاني دخلت من Google Chrome كنت على سفاري و كان الموقع ملخبط ما أدري ليش طيب نفس ما شرحت اخترت موقع سناب شات و نفس الشي جاي وفلترز بعدين و سجلت دخوله أوكي و رفعت الملف حقي من هنا أقول لكم التكبير والتصغير شوفوا أقدر أكبره و صغره التصميم نفسه و كمان أقدر أحرك مكانة بالضبط أخير راح أضغط على نفسه و أختار هنا التاريخ التاريخ المناسبة متى و الساعات كم يعني كم تقلد الفلتر كم يقعد في هذه الليلة دعونا مثلا نختار اليوم و راح أختار من سبعة إلى مثلا 12 اي ام اوكي طيب طبعا 29 له 30 من سبعة إلى 12 وبعدين طبعا تتأكدون منكم مختارين التاريخ بالضبط راح نضغط على زر next الحين نختار الموقع نفسه اوكي الأفضل انكم تختارون خيار هذا ساتلعيت هذا الماب ما يبين لكم مكانا مثلا لقاعة او او اي شيء انتمون تحددونه بالضبط فرح تختارون على خيار هذا ساتلعيت هو على ماب رح تختارون على ساتلعيت طيب المفروض ان يتغير ايوه الموقع راح يكون معكم فانا في فلتر زواج اخوي اخدت رابط الموقع وارسلته على ايميلي طيب اخدتها من جوال وارسلته على ايميلي دعوني ايوه اوه ما بلقاه الحين حسا طيب المهم اني خدت رابط الموقع وارسلته على ايميلي وبعدين ضغطت على الرابط من الايميال وفتح لي نافذة الموقع الموقع هولاني اشرح جوجل لا ولا اقول مثلا خليني اكتب برج المملكة طيب موقع ويب طيب خليني اشوف هادا لا ايش موقع بب يا ربي يا ربي يا ربي ابغى الموقع الوكيشن اتجاهة السير الضار ايوه طيب بعد ما تضغطون على رابط الموقع بتطلالكم هادا النافذة رح تختارون هادا توله تحديد كل بعد النسخ تضغطون كنترول حرف سي وتنسخونه تمام ترجعون لهنا وفي هذا مربع السيرج هنا مربع البحث رح تضغطون اللي نسخته طيب تضغطون انتر على الكيبارد شوفوا مقربه طيب طيب تقربين المكان بالضبط على اساس يكون تحديدك دقيق لا مشي يظل البرج موجود التكبير رح يكون من هذا الموجب شوفونا هنا موجب وسالب رح تكبرين الين ما تصلين التكبير اللي تتبغينا وتحددين المكان بالضبط طيب عشان تحددين المكان رح تضغطين على هذا الخيار دراو فنس الأصفر اساس تبدين تحديد تضغطينا شي بتطلالك علامة موجب معناتها قاس جاهز انه يحدد رح اضغط مثلا زي كذا قعد اضغط كليك كليك وحدد بالضبط تمام طبعا عندهم شرط انه لازم يكون خلينا صغر اساس ما تذكر طيب ريسيت اذا كان غلط تحديدك اضغطي على زر ريسيت ارجع دراو سوي مربع مثلا عندهم اقل شي انه لازم يكون لا خلينا صغره احنا بسوي مربع صغير اقل شي لازم يكون عشرين الف هم هذا الشرط لازم يكون اكثر من هذا العدد تمام رح نضغط على ريسيت ونحدد اللي نبغاه بدنا ندرو ونحدد خلاص اذا صار اخضر معناتها انه تمام السعر يعتمد على كبر المكان تمام يعني كل مدة Ian كبر كل مدة سعر شوفوا السعر هنا هذا هو 110 pom shit $ 56 دولار كما كبر المكان كل مزاد السعر كل مزادة عدد الساعات كل مزاد السعر شوفوا الحين شوفوا الحين استحبursday لاحظوا السعر هنا بقص لو نقصت عدد الساعات لو مثلا من سبعة بي ام بي ام الى من سبعة بي ام طيب اختار نفس الشي 29 عشان تطلع لي الى ثمانية يعني ساعة واحدة بس ابغى شوفوا السعر قاعد يتحدث شوفون هنا شوف كون بس 22 دولار طيب ترى المكان الكبير اللي حددت اساس كده غالي طيب لو صغرت المكان لو ضغط طبعا ابغاه ساعة وضغط وصغرت المكان لو اخترت بس هذا المكان او صغير مرة طيب الشارع هذا بس او او طيب خنكبر بختار على طيب ندخل طيب 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 حين الان اخترت المكان وال الساعات التي تبغينها رح تضغطين على اتأكدوا من كل شيء أهم شيء المكان المكان يجب أن تكونوا متأكدين منه طيب الآن خلاص بيانات الدفع طبعا لازم فيزا فلتر تايب راح تختارين بيرسونال ما هو بيزنس شخصي يعني وسمي الفلتر مثلا ودينج أي شيء طيب طيب تخطونا معلومات فيزا وهذا السعر اللي راح تدفعونا تمام بعد ما تحطونا معلومات تضغطونا على دفع وهو هذي سابمت هنا ايقريتو دفع فيزا وهذا الاشياء وبعد ما تدفعونا بس يردون عليك انا ارسلت المرة الاولى وردوا علي بعد خمس دقائق ورسلوا لي بعد اربع ساعة او خمس ساعة يعني انت وحبك بس يرسلوا لك في نفس اليوم اذا تمام اذا اوكي وكل شي تمام او لا بس اتمنى يكون الشرح واضح و وابي تطبيقاتكم او اي شيء انتوا استفدتوا منه تقولوا لي علي بس